بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معنا شابتر 4 Stress Analysis Part 1 لازلنا نتكلم في ونقارن المستوى العمودي مع المستوى المائي الخلاصة بأنه بيظهر عندي في حالة القطع بمستوى عمودي بالشكل ده كده عند الإي لحظت ظهور Sigma X بأقصى قيمة ولا وجود لشير سترس في حالة المستوى المائل بزاوية ثيتا بالطبع بدأ يظهر عندي شير سترس بياخد أقصى قيمة عند طبعا الزاوية 45 ثيتا بتسوي 45 مع وجود Sigma X وبتقل بقيمة معينة إلى أن تصل إلى منتصف القيمة عند برضو الزاوية 45 و 40 الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن أنا لازم أخذ في الاعتبار على الرغم من إن أنا بعمل هنا اختبار شد أو اختبار ضغط إلا إنه لابد إن أنا أخذ في الاعتبار شير سترس ليه؟ اللي حصل عندي هنا إن ده جزء من الخشب أو الوود بيتعرض إلى ناتج من الكومبريسيف لودز اللي عليه وبالتالي لقيت الانهيار هنا حصل تقريبا عند زاوية 45 درجة معناه كده إنه حصل عند الشير سترس رغم إنه هو بيتعرض إلى كومبريسيف سترس نفس الكلام بالنسبة العينة من الستيل هلاحظ إن الفيلير بادئ يحصل عند مستوى الزاوية 45 معناه كده برضو إنه هو بيحصل عند الشير سترس رغم إنه بيتعرض إلى تنسايل لود بيسبب فيه تنسايل سترس فلازم أخذ في الاعتبار أيضا تحمل المادة إلى الشير سترس نيجي بعد كده نتكلم على أول نظرية من النظرات الانهيار المتعلقة بالتحميل الستاتيكي اللي هي الماكسيموم برينسبل سترس سيري عندنا نظرات كتيرة طبعا لكن هنركز على اتنين منهم لكن قبل ما ندخل فيه النظرية هنتكلم على اعتبرات عامة ده منحنى الإجهاد والانفعال الخاص بالدكتايل ماتيريال وده منحنى الخاص بالبريتل ماتيريال سترس سترين دياجرام هلاحظ هنا إنه فيه خط مستقيم بيبين تناسب تردي ما بين السترس والسترين بمعنى زيادة السترس يزيد السترين ينخفض السترس ينخفض أيضا السترين هنا المنطقة دي منطقة الدزاين أو يسموها الالاستيك ريجيوم أو منطقة المرونة ودي طبعا المعنى بيها الدزاينر انجينير أما المنطقة دي منطقة اللدونة ومعنى بيها طبعا المهندس التشكيل البريتل ماتيريالز لا تظهر ييلد هنا زي المنطقة دي كده لكن أنا بشتقه عن طريق أن أخذ 0.2% من السترين وبطلع بخط موازي لده إلى أن يتقاطع مع المنحنة بعد ما يحيد عن الاستقامة وبالتالي بحدد الييلد استرسي الخلاصة أنه في الدكتايل ماتيريالز الحدود بتاعتي اللي هي سيجما ييلد إجهاد الخضوة والبريتل ماتيريالز حدودي هنا اللي هي سيجما ألتميت أو أقصى إجهاد بيتحمله المعدن نكتفي بهذا القدر ونستكمل فيه الدرس القادم إن شاء الله